أنا خبر كمان يا إيمان خلينا نبدأ بأخبار مفرحة تانية الحقيقة واللي بتتكلم عن إصدار الدكتورة نيفينك قباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرار وزاري بشأن صرف معاش للطفل بقيمة 350 جنيه وده للأطفال حبيبي الأيتام وكريمي النسب والأطفال المؤسسات الرعاية وأطفال سيدة المطلقة لو هي مطلقة وتزوجت تاني أو عندها يعني غريمات مسجونة أو توفيت حتى كمان فبيطل المعاشر ده للطفل وكمان أطفال المسجون لمدة لا تقل عن شهر والأطفال الأيتام اللي بدور رعاية المؤسسات ويتم صرف 700 جنيه للطفلين في الأسرة وصرف 1050 جنيه لثلاث أطفال ده قرار رائع من وزارة التضامن الاجتماعي إيمان في إطار دعم الأسر الحقيقة والأطفال طبعا هي لفتة جميلة وإنسانية ورقية جدا يعني المعاشر ده لو نفتكر زمان شوية كان 57 جنيه 57 جنيه ما يعملوش حاجة بقى 350 النهاردة للطفل يعني عشر أضعاف تقريبا فدي لفتة إنسانية كريمة طبعا قرار وزير التضامن الاجتماعي نفين القباش بيجي في إطار دعم توجيه القيادة السياسية على توفير أوجه الرعاية الكاملة للأطفال دول تحديدا كمان دعم الأطفال في المصرفات الدراسية ودي برضو كمان نقطة مهمة حقيقة جهود مستمرة وكتيرة بتتم في كل مجال وفي كل اتجاه لتحسين حياة المصريين كلهم بلا استثناء يمكن إحنا نشوف في ظل يعني الأزمة دي إنه يعني الرقم ده لأ طبعا لأن فيه عدد كبير وفيه نسب كبيرة جدا من الأسر والأطفال والأمهات المعيلات اللي عندها مشاكل فلما الدولة النهاردة تعمل لهم حاجة زي دي دي بتبقى ميزانية في الآخر كبيرة جدا يمكن يجي لنا ناس نستضيفهم يقولوننا بالأرقام يعني وصلنا الكام المصرفات دي عاملة مكلفة ميزانية الدولة قد ايه ميزانية الدولة قد ايهوىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى